السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف أشارك معكم أفضل تطبيق للتعرف على اليابانيين هذا التطبيق مضمون وغير محروق و سوف تجد فيه الكثير من اليابانيين يستخدمون هذا التطبيق هذا التطبيق تبيه بالفيسبوك كما نحن نستخدم الفيسبوك بشكل كبير فهم أيضا يستخدمون هذا التطبيق بشكل كبير جدا ويوجد فيه الكثير من اليابانيين يستخدمون غرف للتحدث ومجموعات رسائل عادية يمكنك التصفح صور وعدش أشياء على هذا التطبيق الرائع الذي أنا لا أستغني عليه وأتعرف على الكثير من اليابانيين على هذا التطبيق لأنني شخص محب للتقافة اليابانية سواء الأنيمي المأكولات اليابانية وعدش أشياء توجد في اليابان أنا أحبها على كل حال إذا كنت مهتم عزيز المشاهد بهذا الفيديو لا تنسى وضع لايك والاشتراك وتفعيل الجرس هذا يحفزني على الاستمرار ونشر المزيد يلا إخواني نبدأ في شرحنا مباشرة بالنسبة لرابط تحميل التطبيق سوف تجدونه متبت في أول تعليق إن شاء الله اضغط على التطبيق وقم بتجبيته على هاتفك وطبق معي نفس الخطوات عندما تدخل إلى التطبيق سوف تقوم بإنشاء فيه حساب بطريقة سهلة لا تحتاج أن تضع رقم الهاتف أو جيميل خاص بك فهو سوف يريك خطوة بخطوة عندما تنشئ حساب سوف يظهر معك على هذا الشكل هذه الصبحة الرئيسية هنا يمكنك التفاعل مع أشخاص إذا أردت منشورات جديدة اضغط على نيو سوف تجد أشخاص عاموا بنشر الصور أو كلمات أو نصوص سوف تضع قلب لهم أو تضع متابعة قم بمتابعة الأشخاص الذين يظهرون هنا وسوف يقومون بالرد عليك بمتابعة أو بإعجاب للصورة الخاصة بك لا تكون متسرع مع اليابانيين في الصور أو الواتساب أو الإنستغرام لأنهم لا يتيقون بسرعة يجب أن تقوم بكسبهم لمدة أربع أيام أو خمس أيام ثم أطلب من عندهم الواتساب أو الإنستغرام وقد لا يقومون بإعطائك حتى يشعرون بالراحة معك على كل حال هذه الصفحة التي يمكنك التفاعل بها مع الناس وهذه الصفحة أكسبلور هنا توجد مزايا يمكنك استخدامها أنا في الحقيقة لم أعد أعرف هذه المزايا الجديدة التي قاموا بإضافتها فكنت أستخدم ميزة رائعة في التحديد السابق كانت فيه أشياء رائعة مثل محادثة بالصوت فقط يقوم باختيار لك شخص عشوائيا لم تعود هذه الميزة هنا قم بتجربة هذه الميزات الموجودة في هذه الصفحة نأتي إلى الصفحة الثالثة وهي خاصة بالغرف كالغرف التي توجد في تطبيقات أخرى مثل تطبيق هلامي وتطبيقات عديدة تستخدم هذه الميزة للغرف يمكنك الدخول إلى هذه الغرف والتعرف على اليابانيين يتحدثون بالصوت كل شيء مفهوم نأتي إلى الصفحة الرابعة وهي خاصة بالرسائل هنا يمكنك التحدث مع أشخاص من اليابان هنا هذا الشخص سوف تجد العديد من الأشياء أشخاص يتحدثون معك في هذه الصفحة أما الصفحة الخامسة والأخيرة هي الصفحة الصور يمكنك وضع الاسم الخاص بك نشر الصور والتعديل على صفحتك الشخصية بشكل لائخ حتى يرونها اليابانيين هذا هو التطبيق الرائع الإخواني أتمنى أن يعجبكم ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله